كلنا طبعا الفترة دي عندنا هلع كورونا طبعا حطي دي أطمن الناس كده أول ما بنتكلم إن شاء الله ربنا يحمينا كلنا بس كلنا عارفيني إن الكورونا بتزيد من ضعف مناعة الجسم صحيح تمام؟ أعمل إيه عشان أقوي مناعتي ومناعة أطفالي في الفترة دي عشان أبقى إلى حد ما متطمنع نفسي بالنسبة للأسرة المصرية اللي بتشوفنا النهاردة أهم حاجة رقم واحد الهيجين النظافة الشخصية والاعتناء بالذات يعني غسيل إيد على طول غسيل وش على طول نحن ناخد شاور باستمرار ديلي شاور كل يوم يبقى فيه شاور الحاجة التانية زي ما حاجة بتقولي موضوع الأكل في حاجات بتقويل مناعة جدا وأهمها البصل والطوم مهمة جدا السلطة الأولاد صورين اللي ما بيأكلوا السلطة دي حاجة فيها منرالز أو أملحم عدنية بتقويل مناعة جدا الفروتس الفكهة بجميع أشكالها وياريت الحاجة تكون ملونة لأن دي فيها كمية كبيرة جدا من الفيتامينات بنات اللي ما بتاكلش لحمة حمرة لحمة الحمرة فيها الحديد والزنك من أهم الحاجات اللي بتقويل مناعة الفكهة كمان فيها اليوسفي والبرتقان الجريفروت كل ما هو موالح يعني فكهة ملحة دي فيها فيتامين سي أو سيتريك أسد يعني نركز على الموالح أكتر من الحاجات التانية بظبط يعني ده بيقويل مناعة جدا جدا وأعتقد لسه فيه برتقان في السوق لسه فيه أستفاندي لسه فيه من قدر نجيب جريفروت الفراولة كمان مش عارفين يكلوه أو ما بيحبوش طعمه الأطفال بصفة عامة ممكن يبقى جوس ممكن يبقى عصير مع أن احنا يعني المفروض نعود أولادنا على فكرة الفكهة لأن الفكهة كمان فيها ألياف على عكس لما بنكسر الفكهة بأن احنا نضربها في الخلاط بتروح القيمة الغذائية بتاعت الألياف والألياف مهمة كمان عشان الجميع اللي عندهم إمساك عندهم كونستبيشن أو عندهم بيعاني من الترباط في الجهاز الهضمي فده كده في عجلة الحاجات المفروض تبقى موجودة في أكلنا ننفعش كل حاجة تبقى فاست فود احنا طبعا بدأنا نميل شوية لأكل السريع والكلام ده بس احنا بنحاول نرجعهم تاني طبعا هم كلما بيروحوا للفاست فود احنا بنحاول ننصحهم ونرجعهم تاني فخضار وفاكهة ده مهمة جدا 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 لازم كل وجبة يكون فيها خضار سواء خضار يعني طازق مطوط أو مطهي زي نحنا نعمل مثلا الكوسة نرجع نعمل الملخية البامية الحاجات المطهية يعني وطبعا الفاكهة كل وجبة لازم يكون فيه عنصرين من الفاكهة ملونين يعني ألوان مختلفة يعني ممكن ناخد طفاحة اللي هو لون أحمر وبرتقانة اللي هي لون برتقاني نعمل مختلفين عشان يبقى فيه تكامل للقيمة الغذائية حتى طبق الصلطة كلما كان فيه ألوان كتير كلما تعددت القيمة الغذائية وتكاملت القيمة الغذائية وحصلنا على كل العناصر الغذائية المهمة